عضفنا فيه للستوديو اللي منورنا سيادة النائب عمر عزة حجاج وجيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين منرحب بحيك يا فلن أهلاً وسهلاً بحضورك كنا بدأنا خلاص مع سيادة النائب تايسير وكان معنا هاتفياً وكنا بنتكلم عن الملامح لكن عايزين نعرف من حضرتك الاستراتيجية المحطوطة لإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات إيه الهدف منه مع وجود كمان فكرة التمويل أو صندوق للتمويل منين جد؟ وفكرة الظاهير الدستوري لهذا المشروع تمام هو في حقيقة الأمر مشروع المعروض من الحكومة أمام مجلس الشيوخ بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة هو في حقيقة الأمر جاي بأمر دستوري ولقيحي حاكم هنجد إن مواد الدستوري المصري 2014 أشارت تحديدا في المواد 26 و27 و46 في عملية الصناعة بشكل عام والصناعة المحلية هنجد أيضا إن إنشاء صندوق إنشاء المجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة ده كان هدف الدولة الوطنية المصرية للنهوض بالاقتصاد وتشجيع عملية التصنيع وتحديدا التصنيع المحلي لإن ده هيهدف على استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة اللي هتخلق بعد فترة كبيرة للأجيال القادمة فرصة كبيرة جدا للاستثمار والنهوض داخل الدولة الوطنية المصرية الحاجة الثالثة إن إنشاء المجلس أعلى صناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة ده كان هدف استراتيجي للقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا هدف استراتيجي لدى الحكومة المصرية بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ودي حاجة تفرح أن مصر النهاردة بتضع قدم على الأرض راسخ في عملية التصنيع والتصنيع المحلي كمان نعم لما بقول في العنوان ويعني قبل ما حاجك تدخل وسيادتك تدخل معنا كنا بنقول مصر تتحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات وإحنا عندنا شوية يعني هنقول الميل لبلدنا قوي في إن إحنا نكون حاجة زي كده وشوفنا ده يمكن دولة شقيقة قولة المغرب قادرة إنها تعمل ده بشكل كبير إحنا الحلم ده والهدف ده إن شاء الله نقدر نحققه من خلال هذه الاستراتيجية الدولة الوطنية المصرية عاملة نموذج للتنمية المستدامة اسمه 2030 قيادة السياسية والحكومة بتهدف من خلال هذه الاستراتيجية إن إحنا نكون متفوقين وروات في كل المجالات في الزراعة في الصناعة في التجارة عملية التحول ورغبة القيادة السياسية ورغبة الحكومة في عملية إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وسنديق تمويل السيارات صديقة البيئة من الناحية المحلية ده هدف إحنا كنا بنتمناه من زمن الزمن وفي حقيقة الأمر المشروع المقدم لدى مجلس الشيوخ مشروع عظيم أنا من المنصة الكريمة دي أنا بشيد إليه لإنه بيضع مصر على أعتاب الجمهورية الجديدة إيه اللي حضرتك خليكت يعني بتقول عليه بالشكل ده هل إنها عشان صديقة البيئة وإنها دي مع رؤية مصر في التنمية المستدامة وعشرين تلاتين إن إحنا بنبدأ بصناعة حاجة تبقى في نفس الوقت بكوين أو بهتم بالمكون المحلي وصديق للبيئة لقضية التغيرات المناخية اللي إن شاء الله مصر كمان بتستضيف كوب سبعة وعشرين هي على عاتقها السنة دي كمان موضوع شوف أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة إحنا لدينا قيادة سياسية من بعد سقوط الجماعة الإرهابية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندنا قيادة حكيمة عندها رغبة في بناء دولة حقيقية دولة مصرية حقيقية تكون في مصاف الدول العالمية والدول الرائدة في كل المجالات سواء الصناعية التجارية في كل المجالات فالنهاردة الحلم والاستراتيجية اللي عملها سيادة الرئيس ومن في ظهر الحكومة والمجالس التشريعية كلها بتضغط على إن إحنا نوصل بسرعة لأعتاب الجمهورية الجديدة وده حلم لكل المصريين النهاردة إن إحنا ننفس كل دول العالم يكون عندنا تصنيع محلي في كل المجالات عندنا زراعة عندنا يكون اكتفاء ذاتي عندنا مراكز تجارية واسعة إحنا اللي نصدر لكل دول العالم إحنا بنحلم بهذا الموضوع وضيف كمان على صناعة السيارات إحنا لسه الدولة أيمة في الأقطان وعودة القطن المصري طويلة ديلة ده صحيح ده من خلال اللي هو إحنا بنعمل عملية الزراع لمليون ونص فندان لإن إحنا نقدر نسيطر على عملية تآكل الدلتة فده هين المصري في المجال الزراعي النقلة مختلفة طبعا عايزة روح لحتة صديقة البيئة ويمكن المواطن أو التساؤلات اللي ممكن بتجينا كإعلاميين هل ده صعب علينا إن إحنا دي تكنولوجيا جديدة ولا ده سهل وهيسهل علينا إن إحنا بنبدأ مع صناعة وأنا يمكن وجهت برضو السؤال ده لسيط النائب تايسير هل ده يسهل إن أنا ببدأ بصناعة العالم كله بيتحول لها فابدأ معاهم من دلوقتي بدل ما يكون متأخر ولا إنها ممكن تكون فيه صعوبة شوية إنها تكنولوجيا جديدة وإنها الطاقة صديقة البيئة وما إلى ذلك بالمناسبة ده مش موضوع جديد ده مصر الحكومة خلال الفترة الماضية بزلت مجهود كبير جدا فيه عملية التحول تحول الأخضر وفي النقل والتنقل عندنا أمثلة كبيرة جدا عندنا خطة وزارة النقل والمواصلات حول تطوير شبكة متر الأنفاء عندنا القطار الكهرباء السريع اللي بيربط ما بين العاصمة الإدارية الجديدة وما بين العين السخنة عندنا خطوط المونوريل الجديدة اللي هي بتسير بالطاقة الكهربائية كل ده ده مش جديد علينا ده إحنا عملية النهاردة يكون عندنا كيان رسمي كيان جامع نقدر نقول إن إحنا فعلا بنشتغل في صناعة سيارات لكن الحكومة قبل مشروع القانون اللي كان معروض أمام مجلس الشيوخ لا ده الحكومة واخدى خطوط من فترة كبيرة جدا للتحول الآمن والتحول الأخضر ووجود سيارات لصديقة البيئة